قوله تعالى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله والنبي بتقول لي لسه نسي مش نسي في صلاته وشرع لنا وربنا بقوله سنقرئك فلا تنسى دوارت في البخاري إن الرسول صلى الله عليه وسلم مر على صحابي بيقرأ بالليل بصوت مسموع فقال رحم الله فلان لقد أذكرني آية كنت أنسيتها في الحديث البخاري يعني ايه كلام سنقرئك فلا تنسى ايه فلا تنسى إلا بعد البلاغ لأنك بشر والبشر ينسى الإنسان ينسى فإذا بلغت ونسيت نبهت وعلمت الناس ماذا يفعلون لو نسوا يبقى نسيان النبي كان كمال في بشريته وكمال في بلاغه وتعليمه للأمة لأنه حيبقى أمته ناس بتنسى طبعا ما ننسى احنا هنعمل يوم ربنا يكتب على النبي النسيان لأنه أولا يثبت أنه بشر والبشر ينسى زي أبونا آدم لقد عيدنا إلى آدم من قبل فنسى ولم نجد له عزم فنسب النسيان لأبونا آدم وأبونا آدم نبي يبقى الأنبياء تنسى بس النسيان الأنبياء ما إزاي نسياننا نسيان الأنبياء نادر وقليل لأنه لما يبقى كتير يبقى إيه يبقى نوع برضو من المرض يقولك دفل أنت بينسى كل حاجة وتروح للدكتور يا دكتور أنا عايز حاجة تقوي زاكرتي مش كده آه بقى مرض النسيان كتير وعدم النسيان مطلقة تبقى متذكر كل الأحداث منذ أن ولدت إلى الآن تجعلك تتجنن تمتنع عن النوم وتمتنع عن التركيز وتهلوس وتكلم خيالات غير موجودة يبقى عدم النسيان مطلقة يؤدي إلى الجنون والنسيان الزائد مرض والنسيان بقدر معين كمال في البشرية لأن أنت ما بتنسى بتخليك تركز يعني أنا وأنا قاعد الوقتي بجاوبكو عارف أنا لو فكر همومي وعينيني ودراستي وفشلي ونجحاتي وقرآني وأبوي عمل فيه وأنا عملت فيه أبوي وزميلة وأحبابي والمواقف العشتاء كلها أعرف أجاوبك سؤال يبقى لازم يحصل لي لحظة كده نسيان لكل شيء عشان أتقل معنا فيه صح ولا لأ يبقى النسيان ده كمال في البشرية ده يعينك على عبادة ربك يعينك على إتقان العمل فلو انتفى النسيان مطلقا عن النبي لكنا صدقنا إنه كان مجنون لكنه مش مجنون ده النبي كمال البشرية كلها فيه يبقى لازم ينسى بس النسيان بالكمال برضو نسيان مع الكمال يعني ما ينسى ينسى بعد البلاغ ما ينساش قبل البلاغ لأن ربنا قال له بلغ ما ينزلها إليك سنقرئك فلا تنسى أي فلا تنسى بلاغ الناس فإذا بلغ الناس ونسي الناس عرفت البلاغ تقوم تنبه زي ما حصل في الصلاة نسي الحبيل صلت دهر أربع ركعت صلها ركعتين أمستحابة يوقف زي اليدين قال لهم إيه يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت يبقى نبهه لأنه عرف من الأول أن الصلاة أربع ركعتين يبقى النبي نسي بعد ما بين فهمت لما نسي الحبيب صلى الله عليه وسلم بعد ما بين يشرع بنسيانه كيف يفعل الناس في عبادته يبقى نسيان النبي في كمال البلاغ فهمت بقى إزاي يبقى النبي حال نسياته كامل منقص ده نسيان النبي كمال وليس نقص يا ابني النبي مفقوش زرّة نقص صلى الله عليه وسلم فهمت يبقى سنقرئك فلا تنسى إلا بعد البلاغ فتنبه فهمت بقى يبقى الآن ينا مخيدة ما معنى قوله تعالى لألا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا يعني لألا يكون للناس عليكم حجة يعني لا يحتج عليكم الناس بأنكم تفعلوا المعاصي وإن كانت الآية دي نزلة في قضية تحويل القبلة أصلا حتى يكون الناس هنا اليهود عليكم حجة إنه كنتوا صليتوا إلى قبلتهم فترة ثم انتقلتم إلى فيقول لكم أنتم زبزبين دينكم متغير وهذه الزبزبة فربنا بيقول لهم لألا يكون عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم يعني إلا هنا معنى إيه مش ليس إيه استثناء متصل لا ده استثناء منفصل بمعنى غير غير أن الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم وخشوهم خليهم يقولوا ليقولوا ما تخافوش منهم فهم وكده سمهم الصفاهاء يعني انت اعمل أوامر ربك وأوامر دينك ولا تنظر للوم اللائمين من الجهلة هذه الخلاصة المتحكم انت تعمل اللي ربنا أمرك به ومالكش دعوة الجهلة بيقولوا كنت لي بتعمل كده في إمت ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون فهم المكسوم من قول يوما عند ربك ربنا عنده عوالم كثيرة يعني عند ربك أي عند العوالم التي خلقها الله فاليوم مثلا في البرزخ ليه زمن ويوم عالم الدنيا ليه زمن ويوم عالم السماء الأولى ليه زمن وعالم السماء التانية ليه زمن وعالم عند سدرة المنتهى ليه زمن فكل عالم خلقه الله له زمن حتى الزرة اللي هي جوه جسمك دي ليها زمن يعني الزرة والتفاعل الكيموي ده بيحصل في إيه في الفمتو سكن فيمتو سكن يعني واحد على مليون من الثانية بيحصل تفاعل كيموي يعني واحد على مليون من الثانية انت بالنسبة لك دي انت لا تدركنا بالنسبة للتفاعل الكيموي يعتبر ايه يعتبر يوم كامل تصور بقى يبقى في كل كون خلقه الله له الزمن الخاص به فهمت بقى ازاي ففي يوم عند ربك يعدل ألف سنة وفي يوم عند ربك تاني يعدل خمسين ألف سنة يبقى لحسب العالم اللي ربنا بيتكلم عنه لأنه الزمن متعلق بالمكان فإذا تغير المكان تغير الزمن فهمت بقى وعشك كده العلاقة بين الزمن والمكان سموها ايه زمكان فإذا تغير الزمن والمكان تغيرت ايه ادركات ايه الازمنة وادركات الامكان احنا نفسنا حتى وإحنا في عايشين في الدنيا انت تروح مثلا اندونيسيا الوقتي تلاقيهم بيستعدوا لصلاة العيشة وفتره كانوا صامين وفتره بيستعدوا لصلاة العيشة وإحنا لسه عالين بيستعدوا لصلاة العيشة فهمت طب تروح أمريكا الوقتي إحنا مستنين للعصر هو ده لسه الساعة سبعة الصبح عنده سبعة الصبح يضب ده يضب لسه يعني هيوم بلسه يستعد لسالة الجمعة وده متلت ساعات على ولا أربع ساعات على ما يصلي الجمعة فهمت؟ يبقى الزمن يتغير حسب المكان يبقى إن يوم من عند ربك أي عنده في أماكن أخرى خلقها والله خلق أماكن كثيرة وأكوان كثيرة وخلق الزرة والمجرة فزمن الزرة غير زمن المجرة واضح؟ قبر سيدنا إسماعيل في الحرم بإجمع أهل العلم عند حجر إسماعيل كيف نصلي عليه؟ لأنه مش باين بارز مش عارفين مكانه معرف لو بارز لا يصح لكن ده بقى إيه؟ في عمق عمق الأرض بمرور الزمن يمكن على بعد عشر عشرين متر تحت ومش عارفين مكانه وفي أي بقعة ده مش قبر سيدنا إسماعيل بس وأمه هاجر وأمه هاجر ده هو أمه هاجر لما ماتت أو سيده إنه يدفنها داخل الكعبة أصلي حجر إسماعيل ده كان داخل الكعبة فقام سيدنا إسماعيل فتح الكعبة ودخل دفن أمه جوه أو لو القبر داخل المسجد يبقى شرك يبقى سيدنا إسماعيل مشرك يا وهابي ولم يقل بذلك حتى إبليس إبليس ما اتهمش سيدنا إسماعيل بالشركة حد فهمت إزاي؟ فناخد بالنا يا سيد فسيدنا إسماعيل دفن أمه في داخل الكعبة لما أوسطه ولو كانت الوصية محرمة ما كان فعلها واضح؟ وعارف إن الكعبة دي بيتوف حواليها الناس وحط قبر أمه جوه لما بنوا الكعبة قريش في عصر النبي قالوا هنبنيها بفلوس حلال مش عايزين فلوس أمار ولا فلوس زنة ولا فلوس خمرة ولا فلوس مغصوبة فلوس حلال صرف فلما لموا الحلال الصرف قال للبناء مش قادرين بقى يكملوه وإلا حيدخلوا أموال مشبوهة فقاموا اكتصروا ببناء الجزء ده وجوم عندما كان حجر إسماعيل ده جزء من الكعبة رح محواطينه كده فحجر إسماعيل ده من داخل الكعبة واضح؟ لا ده أنا أقول لك أكتر من كده ذكر الإمام ابن كثير في البداية والنهاية نقلا عن علماء الأثر أن بين زمزم والكعبة المسافة اللي بين زمزم والكعبة قبر سبعين نبي روح للبداية وإنها يقرأها هل النبي منع الناس من التواف عشان هذه القبور موجودة؟ أكساد الأنبياء لا تبلى هل النبي نبش قبرهم وخرج أكسادهم عشان يدفنهم في حتة بعيدة؟ ما حصلش يبقى اللوسة الوهابية دي مع القبور لوسة كبيرة عليهم يرجعوا نفسهم فهمت يا سيدي؟ لكن أنت منه أنك أنت تصلي فوق القبر أو إلى القبر لما يبقى ظاهر عارفه شايفه؟ لكن أنا مش شايفه ومش عارفه فهمت؟ 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 فهمت؟